هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومائة وسبعة وستين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وسبعة وعشرين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 350 ألف شخص